عسلامة مرحبا بكم صديقاتي شنحوالكم لاباس إن شاء الله تقولكم تكونوا في صحة جيدة اليوم وكيما كل فيديو جديد نجو بروتين جديد وروتيني لليوم روتين النشاط والحيوية متنوع أكيد فيه الإفادة إن شاء الله وفيه الوصفات لبنينة والخفيفة والسريعة التحذير والاقتصادية اليوم يا صديقاتي باش نخرجكم معايا باش تشوفوا محل اللي بيع الفورمة اللي يسئلتوني عليها ديما نحب نوريكم الحاجات من بلسطها وبأسعارها كل شيء هكا بالتدقيق إن شاء الله نكون فتكم ومفيدكم هذي هو الهدف متيعي إنكم وكلكم ننوركم وإن شاء الله رب ينور الجميع الحاصل نخليكم مع الفيديو ونقولكم إن شاء الله فرجة ممتعة للنسي كلها مع فطور قمقوم تونسي دو بش نبدو صديقاتي على بركة الله كالعادة ولا يقطعنا عادة نبينا وصلينا عليها ألف صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله بش نحضر الفطور متاعي فطور الصباح هاك الكيكة هذيكة ذكرتني بخوه يا ربي فضله خوه يا ربي عينه قبل من كلنا صغار يقول لي فاتن هيا نعم نوعيد ميلاد تذكروا لبنات راني منيش معنتها نحكي في الخمسينات ولا الاربعينات هذي في التسعينات كانت فما حلوة متاع دوره وكانت فما البسكويز متاع دوره يقولي هيا نعم نوعيد ميلاده طيب منها ماما ربي فضلها الكيكة هذيك اللي كنت معنتها ورت هلكم سابقا في الفيديو الحاصل ونعملوا أحلجة وكل يوم ونيقلق فاتن بمية فرنكرا ومية وخمسين فرنكرا نعملوا عين ميلاد نشروا بخمسين قلوب وبعشرة دور وشبين جوم وحلوة الحاصل تحية لي أخويا وربي يعطيه الوقت الطيب هو نصاب يشرف ويعرفني ان شاء الله ربي ينوب عليه بخدامة وبقسم حلال مبارك وينوب على جميع المؤمنين هنا صديقاتي هررت عليكم برشا حق خوي علي اني نذكر واني نشكر واني نفتخر به ونقول كلمة في حقه وان شاء الله ربي يخلي لكم وخيانكم وراه الخو سند وانا رأي الله لا يحرمني منه وانتم الله لا يحرمكم منه وخيانكم هنا صديقاتي مش تشوفوني قاعدة نفطر ابعتها رهير شنو حذرت حذرت كاس حليب دفيته ومعاهم غير فعسل انا راني البنات ما نحبذش القهوة معنتها نشرب شوكولين نشرب حاجتها كيكة ما نشربش قهوة حاف يعني فتلقوني اما نشرب كاس حليب بالد على الأخوة وإلا كاس حليبوا معاهم غير فعسل تهدي العصاب على الصباح حكا بش تكونوا ريقين وتنجموا تقاوموا تعب النهار ونشاط النهار لازموا برشها تغذيها كيما قاعدين تشوفوا كعبة يغورتها يكا حطيت ومعاها شوية هيك الكيكة ومعاها شوية بانان كل نهار وقسموا يفضل فضل ألف حمد وشكر لك يا ربي مانيش بش ناكل لحشيج جوست واريت ومكي لكي 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 لك كيف حض low tienes ناجمت على المغاوز غير فعش من المتابعة شوية تشوفوا غير فعش لكي 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 لPer отклизيكان والمغاية التقاوم النيفعت في اهر ال بالكي لكي 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 تنامو من اليك الفرج و Galileo حاجة اسمها حار انا كنروح المتلوي الهريسة نعيش على الهريسة الحمص اسألوا علي نموت على حاجة اسمه هريسة حمص الحاصل صديقاتي توابش يعني تصوره قبلش نعمل الله يرحم بابا ويناعم ويجع المثموه الجنة وجميع المؤمنين كل صباح يجيب لي اكل الهريسة ذي كما عادش نفتش على الماكلة بعدين اعطيني ناكل الهريسة الحمص انه يقولوا لبلابي في تونس ولكن نحنا من غير خبز يعني نعملوها الهريسة من غير خبز وطعمها رائع يا صديقاتي دوا صديقاتي بش نتحاولوا ننتقلوا للفطور التونسي البنين والخفيف مع شوق الجماهير المشهور هو اصحي المقلي هذه ما فيش ابتكار ما فيش تجديد ولا وصفات اما كل واحدة كيفاش تتفوح بالطبيعة هنا اختلفت من مرأة لمرأة التفويح البطاطا بطبيعة بش تتقص كما تتقص البطاطا يعني في البلايس الكل اش نعمل فريد فمش كوني يحب يقصها ذوائر وإلا تحب يقصها هكاكا يعني سوابة ولكم يا صديقاتي حرية الاختيار انجاب ما انا نقص البطاطا متاعي بش نحطها في الماء نقص البطاطا متاعي بش نحط فيها الزيت واول حاجة بش نعملها هو اني بش نسخن الزيت متاعي ونحط في البطاطا شوفوا البنات راهوا ماذا بكم المقل يبدو جدش من مقلة مع بعضهم بش تطيب لكم وكل فرد وقت ميجيش مثلا تطيب البطاطا قبل وإلا تطيب السمك قبل يعني تبدأ حاجة باردة وحاجة سخونة لا ماذا بكم تبدأ عندكم اكثر من مقلة وتحطوهم الكل وتخدموهم في نفس الوقت بش يخرج الصحي سخون ويحافظك البطاطا تبدأ حكا تتقرمش تتقرمش خير من تبرد تسرد وتولي مماس طب صراحة حشيكم المهم صديقاتي هنا بش خلي هيك البطاطا متاعي هذيك تتقليه ونبدأ ما نعست عليها بش ما تتحرقش كي ما تعرفوا البطاطا في الوقت هذي رايم ما هي شباهية المقلي عندها يعني هي والسيزون دوه في الصيف البطاطا كي تعملوها جي ابنين في الشتاء كي تعملوها ما جيش ابنين ما نعرفش عليش تبدأ ذيبلا ولا لكن انا لحقيقة جيني بنينا مشكرتش العروسة شكون لا مشكرت العروسة شكر روحه تعدى توقع هكا انا هنا سي نحيتها صديقاتي و بش نتعدى للمراحل الاخرى اللي هي توا بش نحضر الصالسة متاع المقلي متاعنا بش نستعمل طماطم كعب ناخذ اربع حبيت طماطم خضرة ولا ثلاثة حبات انتو ما شوفوا البنات راهوا كلنا حسب عدد افراد العائلة يعني مش بضرورة انا بش نعمل زوز انتو ما تعملوا زوز بالطبيعة الكمية تتحكموا فيها حسب انتم ورغبتكم تحبوا تعملوا عشاوة غداوة الا مثلا تحبوا صحي وعدي انا بش نعمل صالسة مانيش بش نقليت طماطم اللي هي متكونة حطيت ثلاثة يدور لي حبيت طماطم لا لا اربع استنى ونطلع الكسر نسيت صديقاتي صدقوني نسيت تخيلوا انتم اربع اربع عكا لا اله محمد رسول الله اربع ومعهم نص راس بصلحة شيكم نقصهم بطريقة حشوائية يا صديقاتي كيما قاعدين نشوفو هنا بصراحة طماطم الكعب راهي تعطي تعمل ذيب نحب نحي صديقة اخت قتلي مذابينا كان معنتها تنقصين من ثيب الطماطم معجونة فوليت معنتها مذابية حتى انا وليت بنقص شوية نعمل طماطم الكعب ولو انو راهي اللي بديت طماطم الكعب تواصمها غالي ونحط طماطم وحطيت عليها مشوية زيت زيتونة وحطيت عليها مشوية زيت زيتونة ونحط كاس ماء مش كاس يعني نص كاس ماء هكا دوب ما يتحل هكا الطماطم والزيت مع الماء مش مش نقصر لها برشة مش مش نردها شربة دوب الليش حتى تتقلى نوعا ما هنا صديقاتي حطيت الثوم ومعاه شوية فاح ملعقة صغيرة من الفاح وبش نهار رسمهم مع بعضهم ونبدأ نفوح فطل السلسة متاعي عندي طماطم معجونة حطيت نص ملعقة كبيرة نص مغرفة طماطم معجونة وبنيت راهي طماطم معجونة بش تعاون شوي السلسة بش تخليها تبدأ خاطرة وهنا حطيت مغرفة تعملوا هريسة عربي وإلا هروس انتم ومع عندكم شوية ملح وشوية فلفل أسود حشيكم مش شوفوا حتى دي انتم ومتحبوا والكركم يا لبنت الكركم راهو ضروري عندي انا في كل طنجرة نحط الكركم وبش نحط زادة يا صديقاتي فلفل مرحي صديقاتي احمر عندي مغرفة هنا تحبوا طعم مغرفة ولا شطر مغرفة وبش نحط كاس الماء هذك نصبوا تبدأ طماطم مغطية بالماء وبش نزيدهم هكا الثومة اللي كنت هرستوا قبلنا معها لفاح متاعي او البهارات سئلتوني يا صديقاتي البهارات شنو نطيبوا بها كل الاكل اللي يجي فيه البهارات كل ماهو اكل يجي فيه البهارات نحنا نحطوهم راهم يبنوا ياسر و راهم يفوخوا ياسر سئلتني اخت قتلي شبت الشيخ شو ما شبت الشيخ مغربية نحييها و نحيي المغرب وهذا مغرب ما نعرف هيش بمغربية ولكن تو نسئلك يا اختي اذا كنت تتبع فيها تو نسئلك و نقولك شنو هي شبت الشيخ بلغتكم المهم معها مش بلغتكم بلهجتكم يعني انتو ما شو تقولوا لخطر لغتنا واحدة لغتنا العربية هنا يا صديقاتي حطيت جرينات فلفل اسمع و تيشو و تشوفوا حتى الفلفل اللي هنا نصوروا فيه كيفش نجلو فيه غريبة يعني على ما نخلي العباد بش نتفرج فيه عندي البنات هنا السمك الغذائي حطيت فيه بش نفوخوا بالكوركم و الكمون بالطبيعة و الفلفل اسود و الملح و البس باس يا صديقاتي البس باس راه يبنى نيسر الوفاح متاع السمك نزيد عليهم يا صديقاتي الملح و باش نحط القارس الليمون نعمل عصر الليمون و عليك السمك هذاك و نخلطه كله مع بعضه و نزيد عليهم شوية الفاح كتابل و الكروية اللي عملناه ما ذوقوا مراه و قلتلكم يجو فيه اي الفاح او هنا الليمون او القارس خلطهم مع بعضهم بالجداء و نخليهم لإله الله سيدنا محمد رسول الله يشربوا هيك الفاح ياخذوا من الفاح السمك و تصوروشي البنات الطعم اللي فيه و المنظر اللي فيه جربوا طريقتي و رحبولي على بابا و يرحم والدينا و والديكم هذا فش طامعة منكم يا صديقاتي اهنا بش ناخذ طريقة عادية و بسيطة جدا الفارينة مرة في اول في بداياتي واحدة قلتلي تعمني في الحوت في الفارينة راهو ما هوش صحي و طلعو خدينا احنا من اول الدنيا نعملو فيه نعملو فيها الحكاية صحي و انا مستحي اه انا كبرنا و جبنا عليها الحكاية ذي ومثلنا نعمل فيها و الحقيقة ما عنديش بديل يعني كان عندكم صديقاتي بديل للفارينة قولولي دون تبعكم المهم هنا بش نحط وتقولوا ليش تعملو الشابلوير صورش كان يجيبنين بالشابلوير كما بالفارينة نعرش الحصيلو المهم هنا صديقاتي بش نحطهم هكاية يتجلو الكل يتجلو 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 في الشمس يتجلو السماكات بتاعي الحصيلو و سمحوني تعرفوا البنات راهوا صوتي فيه نشكلكم الخير الخير راهي بديت جريب يعني ما تفجعوش لباس لباس بي حوالي اما لا نعرف روحي هكا نبدأ ثقيلة شوي في لساني يبدأ ما نشكتنا نتكلم خاطر يبدأ جريجمي حشاكم تورا المهم هنا صديقاتي السماك تاعي قلبتوش و شوفوك المنظر اللي فيه نودكم و لنشاهيكم و تجرميش اللي فيه و من طايب من داخل ما عندكمش فكرة حين هذا البسيط و قدشو يعمل كيف و قدشو بنين و قدشو يسيب راحة باهية في الدار لا عرف صديقاتي مجزكم شو باختراع ولا بذكار ولا حاجة الناس كلها تعرفها كميها و اني دبارة معناتها تنجمو تعملوها الحاصل شوفو رامي شاهو كعبة السماك بالحق مودكم و لنشاهيكم و شالله قسمكم منهم في الجنة يا ربي اوكا قاعدين تدعيوش علي يعني دورتها من او دورتها من صحيين اذايا صحيين مألوف محبوب اكثر يتم هانتها يطيب في الويكاند الناس تحب تعملها كاعدة و كيف و طاولة مليانة تعملها بالمجلي مش موريكم العظم كيفش تتجليه الحاصل عملت معها عظم سوفرتي براسك معناتها خفيفة و سهلة و سريعة التحضير كعبات بطاطا و معاهم كعبات عظم و معاهم شوية فلفل حشاكم و معاهم شوية اكا عملت عني شوية ملح هكا العظمة ديكا و نحط شوية فلفل اللي يحب يحط ده كمون ما يحبش العظم هكا تبدأ فيها هكا يحط الكمون كمون الخضر يمشي يستر معاها و معاهم يا صديقاتي كعبات السمك اللي هو الغزال و إلا الماكرو هذا يا صديقاتي الصالصة من دعنا حضرة من ودكم و لنشاهيكم بنينا تهبل وهذا الفريط و البيض و السمك الحصيلو حاجة بنينا يستر إن شاء الله قسمكم منها في الجنة و إن شاء الله حتى انتم تعملوا هكا الصحيين المجري التونسي الساهل و سريع التحضير بنينا يا صديقاتي ما يختلفوش في هاثنين الحصيلو توا يا صديقاتي بش نهزكم المحل الفور هنا في بيب بحر إنها فورة ربي إن شاء الله يحمي بلادنا ربي يبحد علينا جميع الأوباء و الأمراض و معنتها أي تعب علينا و على الأمة الكل بالحق ليمرض بشر ليتعب بشر إن شاء الله ربي يبقي استطر علينا و على بلادنا لا عزيزة و الغالية خرجت العشوية مليانة بالعباد نحكي لكم نقطة أنا حتى واحدة على خشمي جدت واحدة متعدي قتلي خايفة من الكورونا لا يا عزيزتي مانيش حتى على خطر خايفة لأنه المولى واحد وديك حاجة قضى وقدر و إذا كاتب الساعة إذا تحضر ما يفقني منها حتى حد إن شاء الله ربي يحسن الخاتمة أمره ما يفقني منها حتى حد منيش خايفة أما شنوه أنا خشمي مش طيق لهواء الريحة معنا تكي تضربني هيك النسمة مو خشمي خطر قتلكم شوية مجربة نحس بحرورية في خشمي حاشيكم فتطوروا أنتوما يعني تاكو التونسي والتنبير متعو و أنا واحدة منهم و أنا تونسية لا بالحق والله نصيحة دعي الخلقة للخلق مش معناتها تشوف حد لابس كيفيش ولا متعدي كيفيش ما تدريش على ظروفه عليش متنجمش تتجاوز الحكاية يعني سامحوني حتى كندخل تحديث بحديث أما ليه نحنا ياسر ندخله في كل شقيقة ورقيقة كل إنسان حر في حياته ما دمه ما احترمني و ما دمه ما تعدش على حريتي معناتها نحترمه و نقدره كل واحد عنده أفكار و عنده أراء و عنده مواقفه كل واحد حر فيهم الاحترام هو الفيصل بناتنا تساملما الحاصل الله غالب الله يهدي العباد اللي تدخل في مالا يعنيه بناتها و شدوا معايا اثنية و انتم هابتين من باب بحر من قوصها وين النافورة على ايدكم نيمين بيش تعرضكم يعرضكم كمتاع السعف ومتاع الناب وتلقوا حانوت يبيع متاع البريديد ويبيع متاع القهوة على ايدكم نيمين ديما وتلقوا الفورمة هذي الحانوت لو رزح وين تراه هذي من غير غطاء و هذي بالغطاء لكن شكلها مش كما شكل اللي عندي لكن حتى اللي عندي صديقات يراكم بيشتلقوها في الحانوت الاخر او كأسوام هم تنجموا دعم نوبوز للواحد و تشوفوا الأسوام متاعكم متاحة و فما حتى الحجم و الكبر متاحة تو نوريكم لبنات جديش معنتها واحدة فيها 26 سنتي وواحدة 24 كل واحدة وصومها هذي الحانوت لو لها شوفوه يا صديقات و هذي الفورمة صديقاتي كما لي عندي انا هذي صغيرة 24 سنتيمتر متر ب 33 دينار و 900 فما 26 39 دينار و 800 يظهر لي ولا 900 الحاصيل و صديقاتي النوعية هذي بشتلقو 24 و 26 و 28 سنتي انتوما وما تحبو 20 سنتي فما اي فما اربعة وحدة ولي يظهر لي 26 و 24 و 20 الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة الحاصل هكا وريتكم الحانوت على ايدكم مينج انتم هابتين من بيب بحر نتصور شفتو اللي بيع في العلايج وبجنبه هو خليكم فوديات ربي في حفظه على امان اللي قابيكم في فيديو جديد معان صيحة جديدة نقولكم بسلامة في امان الله الناس الكل اشتركوا في القناة